المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين ومستمعين أيضا في إذاعة قطر في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة وإليكم أبرز ملفات هذه الليلة سمو الأمير المفدى يهنئ رئاسة مجلس السلطة التنفيذية الليبية المنتخبة ويؤكد موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا الشقيقة انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا علامة فارقة في مسيرة الشعب الشقيق نحو الاستقرار والازدهار دولة قطر تدعو جميع الأطراف في لبنان شقيق إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة وتجدد دعمها لهذه البساعي إذن نجدد ترحب بكم مشاهدين الكرام ويسعدوني في هذه اللحظات نرحب بضيفي الحقيقة لهذه الليلة الدكتور بكيل الزنداني استاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر هياك الله معنا دكتور وأيضا الترحيب موصول إلى الإعلام والمحلل السياسي الاستاذ جابر الحرمي هياك الله معنا استاذ جابر لكن مشاهدين الكرام دعونا أولا ننتقل معا إلى هذا التقرير حيث هنأ سمو أمير البلاد المفدة رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في دولة ليبيا الشقيقة بفوزه برئاسة المجلس مؤكدا موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا وقد كانت دولة قطر في مقدمة المرحبين بهذا التوافق السياسي الليبي داعية الأشقاء إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالح الشاملة نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش بعد قليل كانت انتخابات ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا محل ترحيب من قبل دولة قطر ففي مكالمة هتفية هنأ فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا جدد سموه التأكيد على الموقف القطري الداعم لأمن ليبيا واستقرارها متمنيا للشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والنماء وزارة الخارجية اعتبرت في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة الوزارة أثنت في بيانها على جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معربة عن تمنيات دولة قطر بأن تماهد هذه الانتخابات الطريقة نحو الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية ويأتي هذا الموقف في سياق ترحيب دولي واسع حيث تتالت ردود الفعل الإيجابية وبيانات الترحيب من مختلف العواصم الخليجية كما رحبت به مصر وتركيا وفي إعلان تم تبنيه بالإجماع أبدى مجلس الأمن الدولي دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا داعيا إياها إلى الإسرائي في تشكيل حكومة جامعة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب كل القوات الأجنبية فكان مجلس الأمن قد طلب في وقت سابق من الأمين العام للأمم المتحدة نشر مجموعة من المراقبين المدنيين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار وسط هذا الدعم العربي والدولي والأممي تتسلم السلطة التنفيذية المؤقتة مهمها بعد انتخابها من قبل منتقى الحوار الليبي وفق مقتضيات خارطة الطريق التي انبثقت عن اجتماعاته في تونس لتتولى قيادة البلاد في مرحلة دقيقة والإعداد لأهم استحقاقات المرحلة الانتخابات الوطنية المزمعي إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسم إذن مشاهدين الكرام أعود إلى ضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة المحور الأول ضيوفي الكرام يتحدث عن تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتهنأت سمو أمير البلاد المفدى رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في دولة ليبيا الشقيقة بفوزه برئاسة المجلس لعلي أبدأ مع استاذ جابر يعني هذه التهنئة من سمو أمير البلاد المفدى يؤكد موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا وأيضا دولة قطر تعتبر أو تعتبر انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق من أجل الاستقرار وأيضا الإزدهار كيف تابعت سيد جابر لحظة دخول ليبيا هذه المرحلة الانتقالية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم أولا كانت قطر من أوائل الدول التي رحبت بانتخاب السلطة الجديدة وكان سمو الأمير أول مهنئين لهذه السلطة من خلال الاتصال برئيس المجلس الرئاسي الاستاذ محمد يونس المنفي من خلال الاتصال سمو الأمير والذي أكد خلال هذا الاتصال على دعم قطر لاستقرار ولمصلحة الشعب الليبي الشقيق بعد سنوات من المعاناة والصراعات الداخلية مواقف قطر ليست بالجديد مع الأشقاء في ليبيا التي تسعى دائما إلى استقرار هذا القطر الشقيق ومحاولة اكتمال المسار الديمقراطي الذي تبناه واختاره الشعب الليبي منذ فبراير 2011 اليوم هذه السلطة الجديدة التي تم الإعلان عنها في جنيف تمثل بالفعل مرحلة جديدة وخطوة إيجابية نحو انتشال الليبيا من مستنقع الصراعات ومن التجاذبات والأجندات الخارجية التي تقتل اليوم على الأرض الليبية اليوم ليس فقط الصراع الليبي للأسف الشديد إنما هناك تدخلات من قبل دول إقليمية ومن قبل دول ذات نفوذ في العالم وفي المنظمات الدولية وبالتالي هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها في جنيف أتت بعد سلسلة من التحاور الليبي الليبي كان في المغرب كان في تونس في محطات مختلفة في أيضا عواصم عالمي إلى أن جاءت هذه اللحظة التي تم الإعلان عنها بميلاد هذا المجلس الرئاسي الجديد الذي سوف يكلف بتنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل وصحيح أن هناك تحديات ربما تواجه هذا المجلس خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتوحيد ليبيا ومحاولة اختيار كل عناصر أو مكونات وأطياف الشعب الليبي حتى لا يتم إقصى أو تهميش بعض الأطراف هناك تحديات فعلي لكن الأمل أن يكون هذه السلطة هي المنقذ للشعب الليبي وأن لا تكون مثل الاتفاقيات السابقة وأن تدفع أيضا الأطراف الدولية لإنجاح وإتمام هذه الخطوة بإجراء الانتخابات القادمة في ديسمبر من هذا العام نعم سيد جابر سوف نأتي على موضوع التحديات خلال هذا الحوار لكن دكتور بكيل يعني الآن يتعين على رئيس الوزراء المكلف خلال فترة لا تتجاوز 21 يوم تشكيل حكومته وأيضا تقديم برنامج عمل إلى مجلس النواب المصدقة الكاملة عليه لكن بعد ذلك أيضا سيكون أمامه 21 يوم أخرى لنيل ثقة البرلمان وأيضا يعني هل تعتقد بأن هذه الفترة كافية لتحقيق الخطوة الأولى المتفق عليها وأيضا نيل الإجماع الكامل الحقيقة أنها أولا شكرا لإستضافة معك هذا المساء والحقيقة عندما نتحدث عن الفترة الزمنية التي خاضتها أو عاشتها ليبيا عشر سنوات إلى الشهر هذا فترة طويلة جدا بمقارنة بأنك تريد أن تختزل هذه المرحلة في 21 يوم سيكون تحدي كبير لكن الأهم من هذا وذلك أن الفرقاء الليبيون وصلوا إلى مرحلة مهمة وهي المحطة التي يمكن فيها أن يتم إنقاذ الوضع الليبي من التشردم الحاصل وهي مرحلة تحدي ويجب على الحكومة الجديدة أن يتم تشكيلها وفقا للأطياف السياسية المختلفة وستكون هذه أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة الفترة قصيرة يجب أن ينضم إلى هذه الحكومة معظم المكونات الفاعلة في المسألة الليبية من هم الذين سينسجمون مع هذه المرحلة من الذين سيختلفون معها لكن في نهاية المطاف نحن نقول أنه يجب أن يعملوا على مدار الساعة من الآن خلال هذه المدة الواحد والعشرين يوم ونتمنى لهم التوفيق الحقيقة لكن من تجربة عشناها نحن في أكثر من منطقة ودرسناها وعلى رأسها اليمن هذه الفترات الزمنية حارجة وضيقة وتحتاج إلى أشهر لتم إنجازها لكن إن شاء الله تحصل ليبيا على الدعم الإقليمي والدعم الدولي لإنجاز هذه المهمة وإن شاء الله أيضا قطر ستكون أحد هذه الدول الدعم في هذه المرحلة العصيبة والحرجة من تاريخ ليبيا إن شاء الله ليبيا الجديدة وكما ذكر أستاذنا الفاضل جابر ليبيا الديمقراطية الوليدة أستاذ جابر نعود إليك إلى موضوع التحديات الذي تطرقت إليه لعل من أبرز التحديات التي ستكون أمام الحكومة الموحدة الجديدة هو دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وإيضا اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة في هذا الشأن كيف تنظر إلى هذا التحدي الذي شددت عليه الأمم المتحدة بالتأكيد هناك تحدي كبير اليوم أمام هذا المجلس لا ننسى أن التفاق الصخيرات الذي وقع في الشقيقة المغرب في 2015 أيضا حظي بدعم دولي لكن للأسف الشديد لم يستطع أيضا أن ينقذ ليبيا من الصراعات وسرعان ما حدث استقطاع وسرعان ما أيضا دخلت صراعات وأجندات خارجية وبالتالي اليوم هذا الاتفاق أمام تحدي حقيقي إذا لم يجد الدعم من قبل الأطراف الخارجية والأطراف المؤثرة في الداخل الليبي فإنه قد يكون مصيره مصير اتفاق الصخيرات وبالتالي هناك تحديات على الأرض أمام هذا المجلس فيما يتعلق بتوحيد الصف فيما يتعلق بتوحيد أقاليم ليبيا محاولة إتمام هذا المسار الديمقراطي المتفق عليه وفق الخطوات القادمة صحيح أنه مجلس مؤقت لكن هو الذي يضع حجر الأساس للمرحلة الجديدة التي سوف تدخلها ليبيا و الشيء الإيجابي إن صح التعبير أن اختيار هذا المجلس والوجوه الأربعة التي تصدرت من الوجوه حقيقة التي تتفائل فيها خيرا أنها لم تكن طرفا في الصراعات ولم تتلوث بأجندات خارجية وبالتالي يعني يعول عليها أن تكون حاسمة وحازمة في المضي في هذا في استقرار ومحاولة تنظيم الداخل الليبي لإجراء الانتخابات وأيضا محاولة إقرار الحكومة القادمة التي سوف تسير العمل هذا الإعلان أتى وصادف ربما عشر سنوات من ثورة الربيع العربي أو الثورة الشعب الليبي وبالتالي يعطي الأمل أيضا أن هؤلاء الذين اليوم أتوا بالمجلس الرئاسي في ليبيا أن يجددون تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق بحياة كريمة بمسار ديمقراطي باللجوء إلى صناديق الاقتراع وأن تكون مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبار بعيدا عن كل الأجندات الخارجية وبعيدا عن الارتماء بأحضان أي أطراف دولية وأن يكون مصلحة أو تكون مصلحة ليبيا وشعبه الشقيق هي التي تتصدر اهتمامات وأولويات القادة الجدد إن صح التعبير الذين سوف يرتبون المشهد الليبي خلال المرحلة المقبلة نعم دكتور بما أننا تحدثنا عن وقف إطلاق النار مجلس الأمن الدولي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا هل تتوقع تحرك سريع من الأمم المتحدة لتفعيل هذا الطلب وأيضا دعم السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا الحقيقة أنه نحن نعول على هذا الأمر لكن لا توجد ضمانات حقيقية بمعنى سرعة التنفيذ أو ما هي الآليات التي ستتخاذها في هذه المرحلة لكن بشكل عام الأمم المتحدة هي تدفع نحو الاستقرار في المنطقة ليبيا بسبب أن القوى الفاعلة الإقليمية والدولية أصبحت تستقطب هذه المنطقة الجغرافية وبالتالي قد تؤدي إلى صراعات أكبر وأشمل في حال لم تستقر ونحن نعرف أن هناك صراعات كبرى في هذه المنطقة وتدخل دول زي فرنسا وروسيا وتركيا وماصر وكل هذه الدول في ليبيا وبالتالي أتصور أن الأمم المتحدة جادة وستدفع وستعجل وستبعث المراكبين في الوقت المناسب إلى ليبيا وهذا ما نعول عليه لكن الأهم من هذا وذاك الحقيقة أنه يجب على الحكومة وعلى المجلس الرئاسي اليوم هو توحيد الجيش بمعنى إطلاق يتزامن هذا وقف الإطلاق مع توحيد المؤسسة العسكرية وإلا نحن لن نصل إلى بر الأمان فيما يخص المصالحة وفيما يخص المستقبل القادم لأنه غياب الحكومة المركزية الضامنة للمرحلة القادمة للانتخابات والبرلمانية والرئاسية سيكون عبارة عن أبث وهذه من خلال التجارب الحادثة غياب حكومة قوية مركزية معناتها أنه الأملية لن تنجح ولن تكون هناك ضمانات وسيكون هناك مساحة كبيرة للتدخلات من جديد الإقليمية والدولية في ليبيا فالحقيقة أنا أتصور أن الحكومة ستذهب نحو توحيد المؤسسة العسكرية في المقام الأول وفي المقام الثاني المؤسسة الأمنية ثم المؤسسات الأخرى بدون هذا البناء من الداخل إعادة بناء مؤسسات الدولة سيكون هناك فراغ كبير جدا وتستطيع هذه القوى الغير راغبة بالاستقرار في ليبيا لأن تعبث في هذا الملف من جديد وسنرى وأنت تعلم متابع لما حدث أيضا في اليمن كان نفسها سيناريو انتخابات وحوار وطني وحكومة ورئاسة ثم سقطت البلد في مستنقع من الصراعات بسبب غياب الحكومة المركزية الضامنة التي تستطيع أن تدير هذه المرحلة نعم طيب سيد جابر العلي أشتق من كلام الدكتور بكيل القوات الموالية للمشير خليفة حفتر شرق ليبيا هنأت الليبيين بالنتائج المنبثقة عن الحوار السياسي هذا الموقف يأتي غدا تهنئة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي بنتائج التوافق هل نستطيع القول الآن أن العقبة الأكبر أمام استمرار التوافق الليبي قد ذللت مع هذا الموقف دوليا اليوم لا وجد شرعية في ليبيا سوى شرعية المجلس الذي أعلن عنه وبالتالي كل الأطراف الأخرى إن كان في شرق ليبيا أو في طبرق هي لم تعد شرعية طالما صدر أعلان جينيف وأقر هذا المجلس الرئاسي الجديد الذي يمثل هو الشرعية الرسمية المتفق عليها دوليا في ليبيا مشكلة ليبيا اليوم ليست فقط في طرف معين هناك دول متواجدة في ليبيا هناك ليس فقط دول هناك مرتزقة موجودين فاقنار ويقاتلون تحت غطاء شركات أو حتى تحت غطاء دول وبالتالي اليوم تفكيك هذا الوضع الليبي يحتاج إلى جهد حقيقة ويحتاج إلى تكاتف من جميع الأطراف الدولية استقرار ليبيا مهم جدا ليس فقط للدول المحيطة فيها إنما أيضا للمنطقة مهم جدا الشعب الليبي عانى ما عانى وآنا الأوان أن يكون لديه استقرار وأن يكون لديه انتخاب وأن يستفيد من ثروات بلده التي للأسف الشديد طوال العقود الماضية كانت مجرد يسمع بها دون أن يستمتع بهذه الثروات وبهذه الخيرات اليوم هذه الخطوة خطوة الانتخاب وانتخاب هذا المجلس الرئاسي بحد ذاته باعتقادي تمثل فشلا لمشاريع التقسيم التي أرادتها بعض الأطراف ليبيا ليبيا شرق ليبيا وغرب ليبيا الإعلان الذي صدر مؤخرا هو يمثل في نفس الوقت فشل للمشاريع التي أرادت بأن تستهدف ليبيا تقسيما وعدم استقرار يفترض يفترض أن هذا المجلس بعد المدة المحددة 21 يوم حتى إذا لم يعني هناك اليوم برلمان طبرق كان يتحدث عن إعطائه مصداقية أو مشروعية أنا أعتقد أنها لم يعني تجاوز المجلس الرئاسي أن ينتظر من هذا البرلمان الشرعي لأنه إذا لم يحصل عليها فأنه سوف يرجع مرة ثانية إلى جينيف إلى المجموعة التي حصل أو حصلت هذه القائمة قائمة المنفي على الفوز و حصلت بالتالي على الرئاسة وبالتالي اليوم المطلوب في ليبيا أن الأطراف الدولية خاصة الأطراف العربية التي تريد كانت لديها أجندات في ليبيا أن تتوقف عن ذلك وأيضا الأطراف الدولية فرنسا التي لديها مشروع وهي أيضا عضو في مجلس الأمن أن تكون داعمة لهذا التوجه الجديد وهذا المسار الذي سوف تخططه ليبيا خلال المرحلة المقبلة ربما المتغيرات والمستجدات الدولية الأخيرة تدفع بإنجاح هذا الملف خاصة ما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة التي رحبت وأكدت في أكثر من مرة حرصها على أن يكون هناك استقرار وعلى أن يكون هناك أمن في ليبيا هذه الإدارة الجديدة قد ترفع الغطاء عن بعض الأطراف التي كانت تريد العبث في ليبيا وأن تتراجع للخلف وتترك المسار الديمقراطي الذي اختاره شعب ليبيا أن يكتمل فيه هذه المرة وهذا هو أملنا حقيقة بأن يستطيع الشعب الليبي أن يكمل هذا المسار وأن تكون هناك مؤسسات دولة حقيقية وأن يكون هناك جهاز تنفيذي وأن يكون هناك ليبيا موحدة قوية بجيشها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة نعم دكتور بعد تحديات تشكيل الحكومة وأيضا وقف إطلاق النار تتجه الأنظار الآن إلى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل حيث دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المحدد أن هذه الفترة غير كافية لبلوغ الاستحقاق الانتخاب في موعده كما قلت لك في البداية الفترة كصيرة والعمل شاك وحاجة إلى مجهود لكن أنا أقول أن هذه هي الفرصة الأخيرة للليبيين ليلتقطوا هذه الفرصة ولينقذوا بلدهم وليدركوا أن مثل هذه الظروف لن تعود ولن تتكرر مرة أخرى إذا تركوا هذه الفرصة فستغيب عنهم لسنوات قادمة طويلة ولا يمكن التنبؤ بما هو حادث في المستقبل أو بما سيكون في المستقبل إذن الفترة قصيرة والتحدي كبير ولكنها الفرصة الوحيدة الدولة الإقليمية والمجتمع الدولي ينظر إلى مصالحه في المقام الأول فإذا لم ينظر الليبيون اليوم إلى مصالحهم وإلى استحقاقات التي يجب أن يحصل عليها هذا الشعب الذي يستهك العشر سنوات من أجل هذا الموعد ومن أجل هذا التاريخ فليستغلوا الفرصة وليلتقطها وإن كانت بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة فيجب أن يبنوا على هذه المرحلة والديمقراطية وبناء الديمقراطية يحتاج إلى عقود وإلى سنوات وإلى أجيال وإلى ثقافة لكنها أيضا تبدأ بخطوة أولى فالليبيين أو الفرقاء الليبيين اليوم يجب أن يدركوا لأهمية هذه المرحلة كما ذكر الأستاذ جابر من دقائق بأن الشرعية اليوم لدى هذا المجلس ولدى هذه الحكومة وبالتالي لديهم الفرصة لأن يعني يتحركوا نحو الأمام ولا يلتفتون إلى الخلف وإلى الماضي وإلى تلك الإشكاليات التي مزقت ليبيا لسنوات طويلة وإذا لم يدركها كما قلت فإنها ستكون يعني الفرصة الأخيرة أقلش في العقدة القادمة والعقدين القادمين لأنها مرحلة تم الإجماع عليها من قبل المجتمع الدولي والدول الإقلي متفقوا ووصلوا إلى مرحلة بأنه يجب ليبيا أن تعود إلى الحوار وإلى طاولة الحوار واتفقوا بالفعل وكانت هناك انتخابات وانتخابات الحقيقة إلى حد كبير كانت شفافة ونزيها واعترف بها المجتمع الدولي واعترفت بها الدول أيضا المتدخلة في الملف الليبي وباركتها دول العربية والدول الإسلامية والمجتمع الدولي وبالتالي هذه هي المرحلة التي يجب الحاسمة والفاصلة والفاصلة بالنسبة لهم نعم الأمم المتحدة سيد جابر دعت الحكومة الجديدة إلى إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية وإيضا تعزيز الثقة أو تعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والإصلاحات وهو ما تعهد به رئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية برأيك ما هو المطلوب الآن من كافة الأطراف السياسية الليبية لتحقيق هذا الهدف المنشود بالطبع هناك جروح في المشهد الليبي هناك دماء هناك خلافات وصلت إلى حد الاقتتال اليوم توحيد ليبيا يحتاج جهد ويحتاج الترفع والتغاضي عن هذه المرحلة السنوات العشر التي شهدت هذا الاقتتال وهذه الدماء بناء ليبيا يتطلب اليوم الترفع وتجاوز تلك المآسي التي عاشها الشعب الليبي مصلحة ليبيا ومصلحة الشعب الليبيا اليوم فوق كل اعتبار وبالتالي عدم اقصاء عدم تهميش محاولة احتواء واحتضان كل مكونات المجتمع الليبي خلال المرحلة المقبلة البناء على النجاحات او الامال التي كانت موجودة خلال المرحلة المقبلة هي خطوات اساسية ان لا يكون هناك مرحلة انتقام او مرحلة تهميش لمجرد خلافات سياسية بين مكونات المجتمع نعم اولئك الذين اجرموا بحق الشعب الليبي بارتكاب جرائم ولا زالت بعض المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها في مدن ليبية مختلفة يفترض ان يعني لا يكونون في المشهد لكن هذا خيار الشعب الليبي انه اذا ما اراد بناء دولته اليديدة ان يترفع وان يتجاوز عن الكثير من الالام التي كانت كانت موجودة وبالتالي هو تحدي كبير المجلس الرئاسي الجديد مطلوب منه ليس فقط تنظيم اداري لإقامة هذه الانتخابات في ديسمبر المقبل انما ايضا معالجات لجروح ولصراعات ولآلام كثيرة حملتها السنوات الماضية الدعوة دعوة الأمم المتحدة هدفها انجاح هذه الخطوة التي حدثت في جنيب وعدم حدوث انتكاسة اخرى سواء كان من خلال الاختلاف او الخلافات الداخلية والدخول في نفق او صراعات جديدة او استماح لاطراف اخرى بالتأثير على المسار الديمقراطي الجديد الذي افترض ان يسير في المجلس الرئاسي الجديد نعم دكتور اللافت في ردود الفعل الشعبية والسياسية الليبية هو الترحيب بما تم التوصل اليه والنظر بتفاول الى المستقبل هل يمكن القول الان ان هذا الترحيب سيكون هو القوة الدافعة لبناء الدولة الليبية الجديدة مع القيادة الجديدة بالفعل هذه اهم العوامل دائما في دول الصراع وعند بناء الدولة من جديد بعد الصراعات يكون الحافز والقوة المؤثرة دائما هو البعد الوطني الذي ينشأ ويولد داخل المجتمع الليبي واعتقدنا ان هذا الترحيب هو نتيجة المعاناة ونتيجة الظروف التي عاشها الشعب الليبي في هذه المرحلة يعني عشر سنوات من عمر الشعب الليبي في صراع وقتل ودمار ومآسي كبير والحقيقة هم يجب يعني اضافة لما قاله الاستاذ جابر هنا يجب ان ينظرون الى التجارب الاخرى من حولهم في قضية العدالة الانتقانية هناك جنوب افريقيا والهند والارجنتين وهذه الدول التي خاضت هذه التجارب ودخلوا في مرحلة العدالة الانتقانية ثم تجاوزوها وكانت فترة من التسامح والتصالح والتعويضات لمن تضرروا في هذه المرحلة وإلا اذا استمرت الاساءة بالاساءة كما قال غاندي فلن تنتهي الاساءة سنظل في مرحلة من الثائر والصراع ولن نتوقف عندها أبدا لذلك الشارع الليبي يدعم هذه المبادرة ويجب على الحكومة والمجلس الرئاسي أن يعني يلتقط هذه هذه الجماهير وأيضا يشجعها على المسار الذي هم ذاهبين إليه وأيضا يكون هناك أو تكون هناك شفافية مطلقة فيما يقوم به أو ما تقوم به هذه الحكومة الوليدة للناس يعني يكون هناك جهاز إعلامي شفاف يخاطب المواطني بالتحديات بمكامن القوة ومكامن الضعف والمراحل التي يخوض بها وكشف الأمور والحقائق يعني من أهم القضايا التي يجب أن تكون حاضرة في مثل هذه التحولات نحو الديمقراطية نعم ضيوفنا الكرام نتوقف معكم عند هذا الحد من هذا المحور وننتقل معكم إلى هذا تقرير حيث حمل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال زيارته لبيروت رسالة دعم وتضامن من دولة قطر للبنان الشقيق داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة ومؤكدا أن دولة قطر ستكون دائما سباقة لدعم الشعب اللبناني ومساعدته للنهوض والخروج منها إزمته نتابع هذا التقرير ونفتح باب النقاش بعد قليل زيارة تحمل في مضمونها رسائل دعم لم يتوقف للأشقاء في لبنان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في بيروت للتأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان في أزمته التي يمر بها حاليا وعلى رأسها عقبة تشكيل حكومة جديدة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية استقبل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حيث نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس وتمنيات سموه للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار من جانبه حمل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة والشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار كما جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب اللقاء أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ستدعم أي مسار يؤدي إلى تشكيل الحكومة في لبنان حملنا رسالة سمو الأمير لفخامة الرئيس هي رسالة دعم وتجديد لدعم دولة قطر للأشقاء في لبنان وهي أيضا حث وتشجيع الأطراف على تغليب المصلحة الوضنية على المصالح السياسية الأخرى للوصول إلى تشكيل حكومة واستقرار سياسي وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر الأشقاء في لبنان مشيرا إلى أن الدوحة ستكون سباقة لمد يد العون والمساعدة على النهوض والخروج من الأزمة الحالية وعندما يتم تشكيل الحكومة في دولة قطر على تم استعداد للنظر في كافة الخيارات والوصول إلى برنامج اقتصادي يخدم الشعب اللبناني الشقيق أيضا ويستوفي الشروط التي دولة قطر تتبعها دائما في مساعدة الدول كما اجتمع دولة الدكتور حسان الدياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كذلك اجتمع دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة مع سعدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأجرى خلال الاجتماعين لاستعراض علاقات التعاون الثنائي بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك العلاقات الأخوية المتينة كانت عنوان هذه الزيارة فدولة قطر كانت سباقة في مد يد العون وتوطيد أواصر الأخوة مع لبنان في مختلف المحن نسيما عقب انفجار مرفأ بيروت وتذاعياته والأزمة السياسية والاقتصادية التي أعقبت تلك الحادثة إذن مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى المحور الثاني لهذه الحلقة سيد جابر كما تابعنا معك في هذا التقرير سعادتنا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يزور لبنان ويحمل رسالة من سمو الأمير المفدة تتضمن دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان كيف تابعت هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت بالذات الذي يعيشه لبنان أولا وقوف قطر مع أشقائها ليس بالأمر الجديد أو الأمر المستغرب في تاريخ قطر وهي ترى أنه جزء من واجبها اتجاه أشقائها بعيدا عن أي منة أو بعيدا عن أي شكر ولا تنتظر من هذا الأمر ثناء أو شكرا وتراه واجبا أخويا مواقف قطر مع أشقائها من المحيط إلى الخليج من الشقيقة موريتانيا وربما مدينة بوتنميت شاهدة على مستشفى سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة إلى مدن أخرى وهو جزء من واجبها مع الأشقاء في لبنان ربما ولله الحمد مواقف متعددة زيارة اليوم التي تمت بالأمس لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سعدة الشيخ محمد بن عبد الرحمن كانت واضحة عن موقف قطر الداعم للأشقاء في لبنان وأيضا توجيه ورسالة سمو الأمير إلى الأشقاء في لبنان بأهمية تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة من خلال الاتفاق ومن خلال إيجاد حكومة والعمل قدر الإمكان على أنقاذ اللبنان من المرحلة التي يعيشها وعدم الاستمرار لأن الوضع الذي اليوم يعيش فيه لبنان الشعب اللبناني هو الأكبر المتضررين اليوم نعرف الحجم أو الوضع الاقتصادي إضافة إلى الأوضاع الصحية التي يعيشها لبنان ويعيشها العالم والدول العالم لكن في ظل غياب حكومة في ظل هذا الانقسام الداخلي للأسف الشديد أن الساحل اللبناني أو المشهد اللبناني فيه الكثير من التداخل أيضا الخارجي لذلك اليوم تحدي كبير أمام الفرقاء في لبنان بأهمية أن يجتمعوا وأن يكون لهم موقف تاريخي في هذه المرحلة وأن يغلبوا مصلحة الوطن ومصلحة الشعب اللبناني على كل المصالح الفردي والمصالح الآنية خصوصا سيد جابر أن لبنان الشقيق قد مر في الفترة الماضية بالعديد من الأزمات من بينها كان انفجار مرفأ بيروت وأيضا جائحة كورونا التي ما زالت تطقى على العالم أجمع دكتور بكيل دعا سعادتنا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة برأيك ما هي التداعيات والتحديات التي تواجه لبنان كلما تأخر في تحقيق هذه المسألة أولا يعني الحقيقة يجب أن نثني هنا على الدور القطري وسياسة الخارجية لدولة قطر وهي مبنية على المادة السابعة في دستور الدولة الذي ينص على أن توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق فضل منازعات والخلافات بالطرق السلمية هي جزء من السياسة الخارجية أو التي تعتمد عليها وجود قطر اليوم في لبنان أو في الشأن اللبناني هو بدافع الأخوة وبدافع المساعدة للخروج من هذه المعضلة الاقتصادية في المقام الأول ثم السياسية في المقام الثاني عادة نقول السياسية ثم الاقتصادية لكن لبنان اليوم في وضع حرج وصعب وفي أزمات متتالية وبالتالي حسب ما سمعنا من تصريحات وزير الخارجية بأنه يقول نتمنى على أخوتنا في لبنان أن يعملوا معا وأن يعني يتفقون ونحن مستعدون للمساعدة في أي شيء يطلب مننا ويعني وزير الخارجية صرح صراحة وقال نحن نبني على كل المبادرات التي كانت في لبنان سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي ونحن نكمل هذه الأدوار ونعمل سويا من أجل مساعدة لبنان وهذه ليست المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى التي قامت بها دولة قطر تجاه لبنان موجودة في الجميع يعرف 2006 موجودين و2008 وفي كثير من المراحل التي مرت بها لبنان أو الظروف الصعبة أو العصيبة التي مرت بها كانت قطر موجودة وداعمة ومساندة ويعني تقوم بعملية التوفيق بين الفرقاء وقطر مدركة لأنه إذا لم يكن هناك جدية وسرعة في تشكيل الحكومة ودعم الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي وأيضا الصحي والإنساني الموجود فستكون هناك تداعيات كبيرة ومضرة بالشعب اللبناني الشقيق لذلك قطر قامت بهذه المساهمة وبهذا الدور ويعني تعرف أن قطر ليس بغريب عليها هذا السلوك سواء على المستوى الأقليمي أو الدولي فهي حاضرة في كل المشاهد عندما يطلب منها أن تقوم بدور في هذا المجال نعم سيد جابر ذكرت فيما سبق الدور الإقليمي ودور الدول الإقليمية في مساعدة لبنان للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة تتوافق عليها كل التيارات السياسية لإحداث استقرار في هذا البلد الشقيق بلعيك ما هو الدور على هذه الدول الإقليمية الآن لوم دور كبير على الدول الإقليمية وعلى جامعة الدول العربية التي نريد منها حقيقة أن ترسم ولو لمرة واحدة أملا في الشعوب العربية أن هناك جامعة عربية تسعى إلى خدمة الشعوب العربية أو تسعى إلى إنقاذ بعض الدول العربية وشعوبها من المآسي والصراعات التي تتواجد بها نتمنى اليوم في ظل الوضع اللبناني المتأزم أن يكون هناك حجد عربي لإنقاذ لبنان مما هو فيه اليوم كما أشرت انفجار مرفأ بيروت كان مأساتا مأسات غياب الحكومة مأسات الأوضاع الصحية الأوضاع الاقتصادية المتردية كل هذه الظروف إضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي يعيشها لبنان اللاجئين المتواجدين أيضا على أرضه حدوده المتشابكة أيضا مع فلسطين والكيان الإسرائيلي وتهديداته وبالتالي اليوم الدول الإقليمية أو الدول العربية تحديدا يجب أن يكون لها موقف داعم في تحفيز ودفع الفرقاء ومختلف الكتل السياسية في لبنان نحو إيجاد حل والسعي نحو تشكيل حكومة غياب حكومة اليوم في لبنان ليس فقط يضر باستقرار لبنان إنما جميع الدول العربية متأثرة بهذا الوضع المتأزم الذي يعيشه لبنان بدلا من هذه المناكفات السياسية التي نرأها في بعض الأطراف وفي بعض المناسبات أن يوجه الدعم اليوم وأن تقود جامعة الدول العربية عملا جماعيا ولو لمرة واحدة تنقذ لبنان وتقدم عملا نقول أن هناك جامعة عربية وأن هناك روحا قد تتجدد وأن كنت حقيقة لا أجد أن هناك أملا في هذه الجامعة العربية دفع الأشقاء والكتل والفرقاء والسياسيين في لبنان اليوم واجب على كل الدول العربية وأن لا تنشغل بظروفها وملفاتها الداخلية عن لبنان أو عن أطراف عربية أخرى اليوم إيجاد حل حقيقي في لبنان هو واجب على كل الأطراف العربية وأن لا يستخدم لبنان لتصفية حسابات ولتصفية صراعات بين بعض الأطراف الإقليمية العربية كانت أو غيرها من بعض الأطراف لبنان نسعى ونتمنى أن يعود لبنانا المستقر الذي يعيش شعبه بأمن وأمان وحياة كريمة بعيدا عن الأوضاع المأساوية التي نراها ولبنان وشعبه لا يستحق هذا الأمر نعم دكتور بكيل لعل سيد جابر ذكر جامعة الدول العربية ونحن نلاحظ هناك العديد من الأزمات التي حلت ببعض الدول العربية في الفترة الماضية وللعل الآن ذكرنا أزمة اليمن أزمة ليبيا والآن لبنان وهذا التوافق على ساحة أو خريطة الدول العربية أين جامعة الدول العربية من هذه الأزمات ومن هذه الوسطات التي قد تجلب لهذه الدول الاستقرار الأبدي الآن الحقيقة أنا ذكرت وفي أكثر من مناسبة أن جامعات الدول العربية عبارة عن منتدى للتنفيس عن الأفكار فقط والذهاب هناك من أجل الخلاف وليس من أجل الاتفاق وأن تذكر أيضا يعني التعطيل كل القمم نذكر يعني قمة غزة التي عقدت في دولة قطر في 2009 وتم إجهاضها من هذه المنظومة العربية ونذكر المسألة اليمنية والمسألة السورية والمسألة اللبنانية والليبية لم تقدم دور يعني الحقيقة جامعة الدول العربية منذ أن أنشئت إلى اليوم ما لها دور يذكر الحقيقة في حل النزاعات العربية العربية يعني تستغرب أنها تصطف أحيانا مع أطراف خارجية ضد المنظومة العربية بينما يجب أن تكون في واقع الأمر هي بيت العرب وملاذهم في حال هذه الصراعات وأنت تابعت يعني كمتخصص في الفترة الماضية هل قدمت شيء في مسألة الحصار هل قدمت شيء في مسألة يعني المجاعة والصراعات في المنطقة العربية هل رفعت قضية يعني تمثل العرب في المجتمع الدولي أو في الأمم المتحدة في الحقيقة يعني بيعتبروا أنفسهم عبارة عن مراكبين وأنهم منتدى فقط لي يجتمعوا الناس فيه ولكن لم يخرج ولم يصدر قرار واحد الحقيقة في هذا الشأن ولم يقفون أو يعني موقف جاد في أي من القضايا العربية المصيرية يتركون هذه الدول لمصيرها ويتركون هذه الدول للفوائل أو الفاعلين الإقليميين والدوليين لبنان يجب أن تحتضن الجامعة الدول العربية الملف اليمني الملف السوري لماذا نترك هذه الملفات لإيطاليا وفرنسا وامريكا وهذه الدول ونحن أولى بهذا الملف ونستطيع أن نحلوه بأقل الخسائر إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية ولكن هناك غياب لهذه الإرادة الحقيقة غياب وبالذات من الدول الكبرى المركزية في النظام العربي يعني الحقيقة يجب أن تراجع مواقفها أو أن تعيد سياغة وجود المنظومة العربية الجامعة العربية هذه يجب أن تعاد السياغة في دورها في حل الخلافة العربية العربية نعم نعود إلى مقابلة سعادتنا برئيس مجلسة الوزراء وزير الخارجية سعادته وأكد من بيروت أن مسار تشكيل الحكومة في لبنان هو شأن داخلي يخص السياسيين في لبنان لكن شدد أيضا في الوقت ذاته على استعداد دولة قطر لأن يكون لها دور إذا طلبت منها الأطراف اللبنانية ذلك سيد جابر بقراءة الواقع السياسي الخاص في لبنان حاليا ما هو السيناريو الأقرب لخروج اللبنانيين من الأزمة السياسية هل هو الحل الداخلي أم الوساطة أولا يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية داخلية لدى السياسيين في لبنان بضرورة تجاوز كل خلافاتهم والسعي إلى إيجاد أرضية يلتقون من خلالها من أجل مصلحة لبنان وشعبه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية مهما فعلت الأطراف الأخرى فأنها لن تجد اختراقا لحل هذه الأزمة اللبنانية الخطوة الأولى أن تكون هناك إرادة سياسية الخطوة الثانية أن تتوقف جميع الأطراف والدول الأقليمية من التدخل في الشأن اللبناني وعدم تحويل لبنان إلى ساحة للصراعات ولتنفيذ أجندات ومشاريع خاصة لدى هذه الأطراف الجزء الثالث هناك يمكن بعدها أن نتحدث عن إيجاد مكان أو بيئة ملائمة تحتضن الأطراف اللبنانية وتوصلهم إلى تشكيل حكومة وحل الأزمات والابتعاد عن كل ما قد يزعزع من واستقرار اللبنان قطر حقيقة تضع كل إمكاناتها أمام الأشقاء في لبنان أو أمام أي دولة أخرى تحتاج إلى دعم وإلى مساندة قطر لديها تجربة إيجابية مع الأشقاء في لبنان في 2008 وخرج الأشقاء في لبنان الذين آنذاك كانوا على قابق وسيني أو أدنى من أيضا صراع قد يتحول إلى دموي لكن اتفاق الدوحة آنذاك استطاع أن ينقد لبنان وأن يخرجه من النفق المظلم الذي دخلته وأسفر عن تشكيل الحكومة وعن تشكيل المؤسسات الحكومية وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وكل مؤسسات الدولة عادة لها الحياة بعد اتفاق الدوحة وبالتالي اليوم قطر إذا طلب منها سواء كان من الأشقاء في لبنان أو من أطراف فأنها جاهزة لمساعيها الحميدة لأن استقرار لبنان وشعبه وإيجاد بيئة ملائمة في لبنان وإنجاز الحكومة أيضا ينعكس إجابة ليس فقط على الدول التي تحيد بلبنان إنما على كل الدول العربي وهذا ما ينبغي أن يوصل إلى كل الأطراف أن استقرار لبنان هو مصلحة كل الدول العربية وقطر لن تتأخر أبدا في أن تساعد الأشقاء في لبنان من أجل الخروج من الأزمة التي يعانون بها وأن تسعى إلى توفير بيئة ملائمة يلتقون من خلالها لحل كل الأزمات وأن تكون محفزا حقيقيا وهم يعرفون جيدا مصداقية قطر ومكانة قطر وضمانة قطر كونها ضامنا في أكثر من مناسبة ولديها رصيد كبير ومصداقية عالية عند جميع الأطراف ولله الحمد أن في ملفات وفي أزمات متعددة استطاعت تحقيق وتفكيك هذه الأزمات بكل نجاح نعم دكتور هل هناك من يؤكد أن التعهدات الدولية للبنان متوقفة بسبب الجدل السياسي الداخلي وعدم التوافق بين الأطراف ما هو المطلوب من اللبنانيين في هذه المرحلة بالذات للخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة الحاصلة للبنان حاليا الحقيقة أنه يجب أن يدركوا الأخوة في لبنان أنه لن يستطيع أن يساعدك الآخر ما لم تساعد نفسك وبالتالي الخطوة الأولى هي بناء أو تشكيل الحكومة والشروع في إعادة سياغة القوانين الضامنة لقضية الاستثمار والبنوك والإشكالية التي حدثت بسببها الأزمة المالية الكبيرة لأن الآخر لن يأتي إليك سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي إذا لم تكن أنت جاهز لهذه أو تمد يدك لهذه القوى التي تريد أن تساعدك لحل مشكلتك في نهاية المطاف أنت المعني الأول كقوى لبناني يعني لبنان معروف أنه لديه هذه التركيبة السياسية والاجتماعية من عقود طويلة وبالتالي ليس بغريب أو مستغرب أو شيء جديد على الشعب اللبناني الغريب أنه تصل البلد إلى هذا الحد يعني من التراجع في المستوى الاقتصادي والإشكالية الخانقة المشاكل الصحية يعني البطالة يعني التراجع الدخل القومي للدولة وكل هذه بأسباب يعني مصدرها عدم الاتفاق بين الفرقاء داخل لبنان وبالتالي يجب عليهم في البداية وفي المقام الأول الاتفاق على تشكيل الحكومة التي تدير هذه المرحلة وإن كانت هناك انتخابات قادمة فيرتب لها كما هو معمول وعمل به في السابق في لبنان عند الأزمات هذه لكن أن تظل الدولة بدون حكومة وبدون توافق ويريدون من الآخر أن يساعدهم أو أن يقدم لهم يد العون من الصعوبة جدا ولذلك كانت تصريحة دولة قطر على لسان سعادة وزيرة الخارجة واضحة للمساعدة الأشقة إذن معناته نرمي الكرة في ملعبكم وأنتم أدرى وأهل مكة أدرى بشعابها يعني يجب أن تعرفوا ماذا تريدون ويجب أن تتفقوا ويجب أن تقعدون معا ونحن حاضرين لدعمكم ومساعدتكم وسنكمل وسنعمل مع المجتمع الأقليمي والدولي على يعني إنقاذ لبنان من هذه المرحلة أو في هذه الظروف العصيبة نعم لعلي أختم هذه الحلقة مع سيد جابر سيد جابر دولة قطر شددت على أن تخصيص برنامج اقتصادي متكامل للبنان يتطلب تشكيل حكومة وأيضا جددت التزامها في هذا الاتجاه كيف تتابع الدعم القطري المستمر للبنان خاصة وأن هذا الدعم ليس دعما ماليا نقديا وأنما يقوم على فلسفة البرامج التي تحدث فارقا في اقتصاد الدولة وأيضا لمصلحة الشعب اللبناني طبيعي جدا في ظل غياب مؤسسات الدولة وفي ظل غياب الحكومة أن لا يكون هناك أو أن يغيب الدعم وإنقاذ أي دولة وبالتالي اليوم الخطوة الأولى هي أن يتم تشكيل حكومة تكون محل ثقة المجتمع الدولي حتى يسارع الجميع أو الأطراف المعنية بدعم لبنان فيما يتعلق بدولة قطر دولة قطر مواقفها تجاه الأشقاء في لبنان ممتدة لسنوات إن كانت في خلال هذه الأزمة التي اليوم تواجد بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي أو قبلها بانفجار مرفأ بيروت كيف سارعت قطر بمساعدة الأشقاء من خلال الدعم المالي من خلال إرسال الفرق التي تساعد في البحث وفي النقاذ سواء بعدها فيما يتعلق بفيروس كورونا كيف أيضا قدمت قطر الدعم قبلها أيضا الودائع بالنسبة للبنك المركزي اللبناني وغيرها من المساعدات الممتدة وأعيد وأكرر أن هذا واجبا تجاه أشقائنا في لبنان دون من ودون أن تنتظر قطر كلمة شكرا أو ثناء على هذا الأمر لأنه تراه أن هذا من الأخ إلى أخي وبالتالي مواقف قطر تجاه أشقائها في لبنان هي مستمرة ومتواصلة وسوف تعمل قطر ليس فقط في الجوانب المالية وفي أيضا أعطاء الضمانات للأشقاء في لبنان اقتصاديا إنما أيضا تسعى وهي الخطوة الأهم في إعادة إحياء مؤسسات الدولة وأحياء اليوم ما يعيشه لبنان من أزمات وعنقاذه مما هو فيه من أجل شعب لبنان ومن أجل عودة لبنان إلى حاضنته العربية وإلى دوره الإقليمي والدولي نعم نتوقف عند هذا الحد ضيوفي الكرام مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور بكيل الزنداني أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر وأيضا أشكر الإعلامي والمحل السياسي الأستاذ جابر الحرم يعطيكم العقل شكرا لكم على توجدكم معنا اليوم أيضا مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم ومستمعينا في إذاعة قطر على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة